اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بكم وكل اصدقائي في كل انحاء العالم وكل انحاء الوطن العربي وكل انحاء الدول العربية الحبيبة والشقيقة مش قادر امسك نفسي من الفرحة مبروك 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 للمغرب مبروك للسد المنيع فعلا زي ما احنا قلنا وزي ما قلت في الفيديو السابق وتوقعنا فوز المغرب وقلنا ندعي كلنا للمغرب ومئة مليون مصري هنا من مصر بيشجعوا المغرب ودعوا للمغرب وكل اعضاء القناة المحترمين الغاليين الاصدقاء من افضل متابعين شفتهم في حياتي دعوا للمغرب وبشكركم كمان على دعواتكم لزوجاتي المريضة ودعواتكم بتوصل فعلا للسماء الناس اللي دعتلي من كل الاماكن المقدسة في العالم الناس اللي دعتلي من بيوتها الناس اللي دعتلي اثناء الصلاة بشكر حضراتكم ويجملكم على راسي من فوق على هذه الدعوات اللي انا واسق ومتأكد انها ستصل الى الله سبحانه وتعالى وسيتم الشفاء باذن الله تعالى بدعوة ناس زي حضراتكم كده محترمين كمان ببارك من قلبي للمغرب هذا الفريق والمنتخب زي ما توقعت اليوم وقلت المغرب هيفوز فعلا المغرب فاز بتلت نقاط مقابل صفر تلت اجوان يا جماعة عملها هذا السد المنيع انا مسميه السد المنيع السد المغربي المنيع اللي محدش قدر يقهره في كأس العالم هذا مبروك للأسود مبروك للمغاربة مبروك لكل الوطن العربي متمثلا في المغرب ونشوف هنا معانا بيقولوا ايه ونقرأ كمان اللي بيتقال حاليا خليكم معايا لحظة واحدة علشان نفرح كلنا مع بعض على قد هذه الفرحة وربنا يفرح كل الدول العربية يا رب معانا دلوقت يا جماعة هنا المغرب يصعد الى ربع نهائي منديال عشرين اتنين وعشرين بعد فوزه على اسبانيا الله على الكلام الله على الخبر نجد بلد عربي زي المغرب يصعد الى ربع نهائي كاس العالم يا جماعة دي حاجة تكتب في التاريخ وما فعلوا المغرب اليوم يكتب في التاريخ هذا السد المنيع هذا المنتقب المنيع ما حدش يقدر يقتحمه المنيع اقتحامه برافو يا مغربة والف مبروك على المغربة والف مبروك على العرب والف مبروك على افريقيا والف مبروك على الوطن العربي جميعا ونقرأ ضمن المنتخب المغربي ضمن المنتخب المغربي المرور الى دور ربع نهائي من منافسات كاس العالم عشرين اتنين وعشرين الله على الكلام اللي ما ارنهوش قبل كده بعد فوزه بالضربات الترجحية على نظيره الاسباني مساء السلاساء يوم ستة اتناشر يوم تاريخي يوم ستة اتناشر يوم تاريخي في الكرة العربية كلها وانتهت رقالات الجزاء لصالح منتخب قصود الاطلس بنتيجة تلاتة سفر تلاتة سفر الله كمان عايز اقولها مئة مرة تلاتة سفر ومر المنتخبات المنتخبان الى الضربات الترجحية بعد نهاية الشوطين الاصليين والاضافيين بالتعادل السلبي وهذه هي ثاني مباراة في الدور الستاشر تحسن بالضربات الترجحية بعد مباراة امس بين اليابان وكرواتيا والتي انتهت لصالح الاخيرة واجريت المباراة على ارضية كذا وكذا ولكن بنقول ياسين بونو ياسين بونو مانع وسد مانع ياسين بونو برافو تاني برافو تالت برافو رابع على بونو بونو اللي عمله النهاردة ما يتعملش نهائي وحكيمي ومزراوي ومرباط وكل الفريق يا جماعة ده فريق يدرس برافو عليكو يا مغربة برافو عليكو فعلا خلتونا قاعدين فرحانين اللي عاملينه الشباب في مصر اكن عاملينه في المغرب الشباب في مصر ما تعرفوش كانوا عاملين ازاي وانت بتتفرج اكنك قاعد في المغرب ففعلا وحدتو العرب فعلا حسيت ان العرب فيهم وحدة العرب فيهم قوة العرب فيهم حماس فبرافو يا مغربة لان انا فعلا الكلام مش قادر والله اقوله من الفرحة وعايز حضراتكم عايز نشوف الميت مليون مبروك وعايز اشوف كل الدول تتغاضى عن كل مشاكلها وتقول مبروك للمغرب بكل روح رياضية لان ما يمثله المغرب فهو يمثل العرب والوطن العربي فيلا كلنا نقول مبروك للمغرب ودعائي للمغرب بازن الله يا مغرب مش بعيدة عنك كاس العالم وزاي ما توقعت لك الفوز انا بتوقع لك كاس العالم او يعني بالقليل لو بقيت التاني او حاجة ولكن المغرب ابامه فرصة غير مستحيلة فرصة فعلا حقيقية غير مستحيلة لكاس العالم وبازن الله تنالها ومبروك لقصود الاطلس مبروك للسد المنيع المغرب والفريق المغربي والف الف الف برافو والف شكر لبونو اللي عملوا لا يمكن انه يتعمل وفيها جماعة فيديو مهم جدا 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 خاص بالجزائر عايزة نزله بعد الفيديو ده فياريت تتابعوني وكمان كل الشكر وكل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكل الناس اللي دعوا الى زوجتي الحبيبة والعزيزة في مرضها اللي جهب وجائي ومرض صعب جدا جدا ولكن دعوتكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تصل الى السماء وكل اللي انتوا عملتوه على راسي ومقدر ومحترم لكل الناس اللي بعثتلي من كل حتة في العالم من كل مكان في العالم الف شكر لدعوتكم والف شكر ليه وقوفكم الى جانبي في هذا الموقف ولكن مش عايزين نضيع الفرحة بتاعة المغرب وعايزين مليون مبروك للمغرب مليون مبروك للمغرب مليون مبروك للمغرب استنوني في الفيديو القادم مهم جدا 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 وان شاء الله هينزل بعد ساعة من الان وكمان يا جماعة عايزين اللايك والشير وعايزين الفرحة وعايزين الكلمة مبروك دي تلف في العالم كلها دلوقتي وتشيروا هذا الفيديو في كل أنحاء العالم شكراً لحضراتكم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام ختام على الجميع إن شاء الله